مؤخراً كاللاحظة بأن هناك مجموعة من الاختلاس من طرف المسؤولين للبنكيين. فعلى المستهلك الزبون يطمئن بأن الأموال المدعوة ركض منها له بنك الضمان لأنه غير مسؤول ومشي شوقه ومشي شغله في أن الأجنس اللي حاطفه الفلوسات السرقة. هذي كتقام مسؤولي للبنك ويمكن الزبون المستهلك في أي وقت يطلب الأموال له لا يوجد إحراج. وحتى إلى البنك بدأت تقوم بعملية الإعسار أو عملية التهرب من السرداد بحجة أو بدعوة أنهم رفات حين تحقيق في استرجاع الأموال. فالمستهلك لا يوجد دخل في مسائل هذه. يمكن له بطبيعة الحال أنه يلجأ للواسط البنكي. وهنا نوضحه بأن الواسط البنكي هو كمتل مجموعة للأبنك. فغالبا الواسط البنكي ما يرجح كفة بين السرد للأبنك. وهنا هذا هو الشيء اللي ممكننا نعيبه على الواسط لأنه المفروض أنه يكون محايد في هذا المجال ويلجأ للمسائل التقنية لإنساف الأطراف. بالنسبة المساطر اللي يمكن لها أنه يلجأ لها في حالة ما إذا وقع مشكل مع الأبنك. فالقانون طبيعي في الحال مجموعة الحويج للجددات في المغرب. وأنه يمكن له اللجوء مباشرة إلى المحكمة البتدائية وليس إلى المحكمة التجارية. هذا موضوع إيجابي. وهناك كدريك المسألة التي نتعلقها بالمغرور عبر الواسط لأنها مسألة ضرورية. غالبا الواسط راتي جاوب. للأسف نقدر نقول الحالة ديالي الشخصية بأنه ما جاوبنيش. وهنا مدة ديال سنة وما يزيد. اللي كدت وضعت واحد الشيكاية حول مسألة متعلقة بالحصول على كشف الحساب الخاص بالوحد الشهر معين. فإذا به البنكة ديالي كدولي بأن هذا الشهر بالضبط. راه كان بلوكي السيستام. فإذا كان هذا الشيكاية بلوكي لا يمكن أن يتبلوكي على زابون واحد في شهر واحد. خسنا رجعون ونشوفوا هذا الشهر بالضبط وشت بلوكي على كل مستهلكين وكل الزبناء ديالي الأجنس اللي أنا قدويت عليها. في ذاك الوقت مني طلبت أنا الواسيط باش منحني أو يدخل باش ناخد هادك هادك اللغولفي. ما دار معي تشي حاجة الحدثة عامو الزيادة ما جاوبني ما حاشا لي خلاني بحروقها. كذلك ومثال قمت بمراسلة للمدير العام للبنك كان طلب منه نفس الحالة بالوثائق موطقة المسائل عن طريق مفوض قضائي. ما جاوبني شعود ثاني الإدارة العامة في شخص المدير العام لأنه مشتب اسم مدير العام لحد الساعة ما كنت جاوب. وهذه تنقل إجراءات اللي ما يتخلوش منها للزابون المستهلك اللي يمكن أن يلجئ لها حاليا من اللي أنا وقف في البنكار أمام القضاء كيتعلق فقط بغلفي بانكار اللي كتبت واحد معاملة تجارية بش كشفوها فإلا كان إنسان عقل إنسان وعي إنسان عنده مستوى بش تمييز كي يدرك واحد المبلغ دي الملايين في المخيلة دي خصا إذا كان موظف يعني ملايين أنه البنكة كتغولي ركس سحبتها مباشرة من البنك لا يعقل بأن مبلغ دي الملايين كي سحبه شخص ولا يتذكره وإلا هذا الشخص سحبه دربة المنوعات كالكوكاين هذا ومشرت له دربة القمار يعني تقول حالة اللي واقع عليه أنا البنكة كنت سائل على رولفي بونكير باش نتأكد محدبه عامل تجارية تتقول ليران بلوكي كنت سائل على فلوس يقول لك خرج اجتهاق كي يعطيوني وثيقة ماشي رولفي بونكير مني كنت نجعل الخبراء البنكيين كلهم تقول لك ما يمكن شيء هذا السيستم ستبلوك على رولفي إذا هناك كيتطرح مشكل وهناك رجوع التقام مع الأبنك ومسؤولية الأبنك حاليا مع محامي كفء في هذا المجال هو متخصص بقى نغادي في المساطير والأسف هذا المساطير خستعرفه أي زابون المسالك اللي كي يوقع عليه مشكل مع البنكة رها مشكل أنه أمام القضاء مسترة طاويلة ومكلفة لذلك كنقول للمسالك أنه ما يتنازلش الحقه ويستمر فيه ركيب قل حق المضمون وبطبيعة الحال عدة ثقة في القضاء المغربي باش ينصف للمسالك الزابون في جميع المراحل ديالو لأن الحلقة الضعيفة هو هذا المسالك نحن نقول الحلقة الضعيفة ولكن رأيها قاوي قاوي لو أنه أضطر نفسه في إطار ديال الجمعيات وتنظيمات للوقوف نحن غرجوا على تنديم المشكل ديال الحركية الاستهلاكية بالمغرب أو كما هي طريقة في العالم كامل اللي تنوجدوا فعلا مسألة الغلاء هنا كالجورنال نقاش حنا مني كندوع الأبنك كندوع الغلاء والغلاء كذلك حتفل الطوق اللي كين في الأبنك اللي متنعرفوهاش كيفاش كتتتعمل والمعايير كتتعمل بها وكتعطيك عقود لمبهمة ومكتوبة بطريقة ديال نقلوها بهذه الشكل ديال نمل حتى باش قراءة ما كتفهمهاش وكيعطيك ديت تارم بالفرنسية اللي ما غيرتفهمهاش ما يفهموها إلا الخبراء في المالية اللي عندهم متخصص وليمكنين في ذلك فمني كنجيوا لي الطوق هنالبنك كندوع اليوم كتلقى هاتي ستاها هاتي سبعة كيفاش حطوها كيفاش دروها والأسف كبير مني كنجيوا على القروض اي قرد كان كان بالنسبة للإزان تاري ركيت تخلصوها في العام للول عام الثاني هذا هو الإزان تاري ديال ما تبقى ركيت تتعطي ذلك العقصات ديالك حتى مني كتبغيت ديال الغاشة يعني تشتري هاتي الدين اللي باقي عندك في البنكة كيزيدوا عليك عود ثاني كتخلصت الفوائد وكتزيد لان الفوائد تتخلص في العام للول عام الثاني وعام الثاني تتخلصت ما تبقى كي يبقى عندهم غير بها يقول لك يشجعوك على الغاشة اخد شري ديالك هاتي عندك جيت نيقوصي معاك غتخلص واحد جوجل تريتات وثلاثة معنى أن رزادوا لك إذا كان نصح الناس الذين يأخذوا لي كريدي في كونسومات وغيرة يعرفوا بأنه الفوائد ركت تخلص العام للول عام الثاني تقريبا يعني كان قدرت تكون خمس سنين ديال لهذا فمن الأحسن لي قايدة الاقتطاعة ديالوي تبع هذا السيركوي وبرنامج جيل كريدي اشتركوا في القناة